موضوع الوحدة الرابعة وهو بعنوان Problem Ecologic مشكلة بيئية ماذا سأتعلم من درسي اليوم كتابة موضوع إنشائي أن يعبر المتعلم عن المشكلة البيئية القدرة على تشكيل الجملة الكلمة المفتاحية التي يجب أن نراها في نص الموضوع هي كلمة أن Problem Ecologic مشكلة بيئية نص الموضوع علينا الانتباه دائما إلى كلمة مفتاحية في نص الموضوع وهي في اللون الأصفر أن Problem Ecologic مشكلة بيئية انتبهوا جيدا إلى هذه الكلمة لأن موضوع الوحدة الخامسة هو أن Problem Social مشكلة اجتماعية وموضوع الوحدة السادسة هو أن Problem مشكلة ميديكال طبية إذن لدينا ثلاث مواضيع تتحدث عن المشاكل أحدها المشكلة البيئية وهو موضوع الوحدة الرابعة موضوعنا اليوم وهي كلمة Ecologic بيئية ولدينا أيضا المشكلة الاجتماعية سنراها في الوحدة الخامسة والمشكلة الطبية في الوحدة السادسة رديجي أن أرتيكل سير على Problem Ecologic حرر مقالة أو اكتب مقالة عن مشكلة بيئية ونفو كان سي ريزون ذاكرا أسبابها عليك التحدث عن الأسباب سي كونسيكانس ونتائجها سون أغرافاشون وتفاقومها ما هي الإجراءات المقترحة أو التي تقترحها لمعالجتها إذن سنتحدث في موضوعنا اليوم عن المشكلة البيئية هناك مشاكل بيئية كثيرة صراحة وأهم مشكلة هي مشكلة التلوث لذلك سنتحدث في موضوعنا عن التلوث وهو أحد المشاكل البيئية بداية علينا أن نعبر عن المقدمة هذه هي المقدمة ترجمها هو مشكلة إيكولوجيك بيئية خطيرة التي تهدد حياة الناس طبعا حتى لو أن الطالب لا يفهم قواعد هذه الجملة عليه أن يكتبها كما هي لا بأس إن فهم قواعدها أم لم يفهمها لكن على الطالب أن يرتب الكلمات كما ظهرت أمامه لا يمكن تقديم كلمة على أخرى ولا يجب على الطالب أن ينسى أي حرف من كلمات الكلمة والجملة إذن التلوث هو مشكلة بيئية خطيرة تهدد حياة الناس هذه مقدمة لنتحدث عن الأسباب في الواقع السيارات والمصانع تسبب التلوث هنا أحد الأسباب فعندما تلاحظون أنها كلمات سهلة ووردت معكم كثيرا وهي جملة بسيطة في الواقع السيارات والمصانع تسبب التلوث الجملة التالية كلمة سانيتر ستمر معنا في الواحدة السادسة كم لكنسير مثل السرطانات عفانا الله وإياكم منها إلى برونشيت والتهاب القصبات كلمة برونشيت ستمر معنا في حوار الواحدة السادسة وهو بمعنى التهاب القصبات إذن هذه المشكلة تسبب أمراض صحية كالسرطانات والتهاب القصبات المعلومة التالية علينا أيضا هنا بعد أن تحدثنا عن بعض الأسباب والنتائج السلبية التي تؤثر على صحة الإنسان لنقترح بعض الحلول من أجل حل هذه المشكلة لتقليل التالوث يجب أن يزرع لنقل النابلة السيارة يجب أن يزرع لنقل النابلة السيارات هذه اقتراحات من أجل الحد من التلوث زراعة الأشجار الهدف منها هو تنقية الهواء وامتصاص غاز سانيوكسيد الكربون وطرح غاز الأكسجين في الجو لنختم الموضوع إذن الفوسوفيلا بلانيت يجب أن نحمي الكوكب يجب أن نحمي الكوكب من المشاكل التلوثية البيئية هذا هو الموضوع تحدثنا في سطر أول عن الفكرة العامة تحدثنا أيضا أنه يهدد حياة الناس تحدثنا في السطر الثاني عن المسببات كالسيارات والمصانع التي تسبب التلوث تحدثنا عن تفاقم وتداعيات هذه المشكلة التي تسبب أمراضا صحية كالسرطان والتهاب القصبات واقترحنا بعض الحلول وهي الحد من تقليل عدد السيارات واستخدام وسائل النقل العامة وزراعة الأشجار وختمنا جملة الأخيرة موضوعنا عندما قلنا يجب حماية الكوكب بالعودة إلى نص الموضوع نجد أنه مطلوب منا أن نكتب أرتيك المقالة إذن هنا لا نذكر مرسل ومرسل إليه وتاريخ وربما نضع كلمة التلوث كعنوان لا بأس بذلك وربما لا نضعها لا بأس بذلك أيضا أقرأ الموضوع في اللغة الفرنسية فقط كلمة بالكتباه 주는 غرق من الإجاب وحبك ضarbeiten بيض بذا جعل السياسية صعويط مع النقل م الأرج Smooth التي تنتظر remembered أساسية هذا هو موضوع الوحدة الرابعة والذي يتحدث عن المشكلة البيئية والمشكلة التي اخترناها هي مسألة التلوث